طيب أنا عايزة أرجع هنا للأزمة يمكن المسببة للعالم أزمات منها أزمة اقتصادية كبيرة وهي الأزمة الروسية الأوكرانية الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة المناخ الحقيقة وده يمكن كان خارج مبادرة مثمنة مبادرة مثمنة جدا وأعتقد أن الرئيس يعني رأى كم هذه الدول وكم أيضا القادة ويمكن كانت كلمة مصر من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنهاء هذا الصراع هل النهاردة بحضور وتواجد مصر ونحن في هذه القمة ممكن نشهد بداية لنهاية الصراع الروسي الأوكرانية في ظن وتقديري أولا أن المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في كوب 27 تعكس أنه يريد أن يكون هناك سلاما عالميا يتحقق على وقع الأرض من خلال مبادرة تحمل الخير للجميع تحمل الخير إلى كل الدول في إطار سعيه إلى السياسة السابتة المصرية وهي سياسة ثابتة ورشيدة وحكيمة وتتعامل مع القضايا بمبدأ واحد وهو كيفية إيجاد حل سياسي سلمي لأي قضية تدخل فيها الدولة المصرية الصراع الروسي الأوكراني هو صراع متعدد الوجوه ويحتاج الكثير من المجهود ولكن استغلال الفرصة الزهبية بمشاركة أكثر من 120 رئيس دولة داخل كوب 27 والطرح الجيد الذي أطلقه الرئيس السيسي من الممكن جدا أن يكون هناك تنصيقا مع الإدارة الأمريكية باعتبرها هي قوة قبرى ومؤثرة في المشهد الروسي الأوكراني ومن الممكن جدا أن تلعب مع الدولة المصرية على اعتبار وغيرها من الدول الداعمة للعملية السياسية لأن التداعيات الكارثية للأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها السيئة على العالم أجمع سواء في أزمة الغزاء أو أزمة الطاقة وأيضا يحتاج العالم الآن إلى عالم أكثر هدوءا في ظل أن الصراعات امتدت في كل أجزاء العالم نشاهد الصراع ما بين في شرق أسيا والصراع ما بين روسيا وأوكرانيا وكوسوفو وسربيا وأيضا الإسرائيلي الفلسطيني وبالتالي الإدارة الأمريكية تحتاج إلى حلفاء استراتيجيين يكونون داعمين لها في مناطق مهمة جدا والدولة المصرية بتلعب دور مهمة جدا سواء على المستوى العربي في دعم القضايا العربية هي رمانة الميزانية طبعا تحقيق الاستقرار في شرق المتوسط باعتبار أن مصر لعبا رئيسيا فيما يحدث في شرق المتوسط ومن الممكن جدا أن تكون همزة واصلة بين ما يحدث بين تركيا واليونان وقبرص وأيضا فيما يخص القضايا الأفريقية باعتبار أن مصر لعبا محوريا في العمل على تعزيز وتعظيم العمل الأفريقي الأمريكي